اشتركوا في القناة وفي اي وقت تحتاج الفيديو هتلاقيه بازن الله ياريت لو اول مرة بتشوفي قناتي تشتركي في القناة وكمان تفعلي الجرز علشان يوصل لككل جديد الفيديو بتاعنا حلو جدا النهاردة فيه اكتر من وصفة هنعمل مع بعض لحمة مشوية على الفحم وكفتة وكمان هنعمل اللحمة البردة بطريقة سهلة جدا بدون ما تربطي ولا تكتفي ولا تتعبي نفسك هنعمل بأسهل طريقة وكمان هعلمك ازاي تتبلي اللحمة وتشويها على الفحم زي اكبر وافخم المطاعم تمام بطريقة سهلة في البيت من غير كمان ما تبهدل الدنيا ان شاء الله الفيديو النهاردة بتاعنا حلو جدا واتمنى ان هو يعجبك واتمنى لو اول مرة بتشوفي القناة وتشتركي في القناة وكمان تفعلي الجرز علشان يوصل لككل جديد ويلا بينا بقى ندخل على الطريقة بتاعتنا طبعا كل السنة وانتم جميعا يا رب طيبين وبالف خير ويلا بينا هنشوف وصفتنا عندنا اول حاجة هنعملها عرق الرستو او اللحمة البردة بصي زي ما هو كده طبعا كلنا كلنا في العيد او معظمنا في العيد بنتبح وبيبقى ما عندناش الروباط او الدبار اللي بنكتف بيه اللحمة او بنربط بيه العرق اللحمة اللي هو البردة تمام فهنعمل ايه مش هنعمله لا طبعا هنعمله وبطريقة سهلة وهيطلع طبعا كأنه متكتف ومربوط بالزبط طيب العرق بتاعي دوت انا طبعا غسلته كويس جدا والمفروض ان ما يكونش فيه اي سواقل وتنشفيه كويس جدا بمنديل وبعد كده جبت حرف السكينة وخرمته من كل نحية وهبتدي احشي دلوقتي فلفل اسود كده حصى وكمان كبيبة سيني حصى ولو عايزة تحشيه فصوص توم احشيه بس انا الصراحة مش حابة ان انا هحطله توم النهاردة تمام وكمان هحشيه ملح يعني انا كده بحطله في الفتاحات اللي انا خرمتها بالسكينة كبيبة سيني حصى وفلفل اسم مرحصة وملح جواه عشان اتبله طيب ومن بره من بره من بره زي ما قلتلكم فلفل آآ ناعم وملح هتبله كده بالشكل ده جت بسرعة بسرعة على النار عندي حلة الضغط وعندي كمان آآ صنية كده على النار حطيت فيها مكعبين زبدة وحطيت كمان شوية من الزيت وهبتدي انزل بالعرق بتاعي طبعا التاصة سخنة جداً وحبتدي اعلم العرق بتاعي على كل جنب لغاية ما ياخد لون دهبي وفي الوقت دوت طبعاً الحلة بتاعة الضغط فيها ميا غلية معاية حبتدي انزل بالخضار اللي هو التوابل الاول اللي هو ورق لوري وفلفل عصمر حصة وحبهان ومستكة تمام وملح طبعاً وهحط كمان معلقة من السكر ونزلت كمان بطماطم وبصل آآ وجذر وبعد كده جبت العرق بتاعي علشان انا مستعجلة عليه هيقعد معايا ساعة لربع طب لونتي ما عندكيش حلة الضغط خلاص انتي زي ما هو كان في الصنية كنت بشوحه هتجيبي مياه سخنة من الكاتل او مياه غليه هتحطيه عليه وتحطي التوابل والخضار بتاع الشربة وتغطيه بورق فويل وتسيبيه ساعتين تمام طيب انا هنا طبعاً هو استوى ماينفعش نقطعه وهو سخن خالص لازم يبرد لازم اقل حاجة ساعتين تلاتة علشان تعرفي تقطعيه ويطلع معيك شرايح رؤياء خالص رفيعة جداً وهو دوت طبعاً اللحمة البردة ممكن تحطيه في التلاجة وتستعمليه زي اللانشون في السندواتشات ممكن تقدمي جنبه رز بالخلطة او مكارونا هو سخن هسيبه بقى وهندخل على وصفة تانية بسرعة بسرعة هتمنى لو اول مرة بتشوفي قناتي تشتركي في القناة وكمان تفعلي الجرس علشان يوصل لكل جديد اللي اقتر لجد دلوقتي بتاعت الفيديو اللي احنا لسه هنشتغل فيه عندي كده نص كباية عصير طماطم مع لهاش اي سكر يعني يعتبر طماطمية مبشورة مع لهاش اي مية ولا اي حاجة عندي كمان ربع كباية من اسفة جداً عصو ده اقول مية قلت سكر نص كباية من الطماطم المبشورة عندي كمان ربع كباية من مية البصل تمام عندي هنا معلقتين معلقة كبيرة من السياسوس ومعلقتين كبار من زيت الزيتون او اي زيت انت تفضليه هحط كمان معلقة من الملح انا هنا هعمل حوالي كيلو لحمة تمام عندي فلفل اصمر حوالي معلقة زغيرة لكيلو اللحمة تمام عندي هنا طبعاً بهارات اللحمة لا غنى عنها لاي لحوم معينا في العيد ان شاء الله بصي اللحمة بتاعتي لحمة فلتو دي جميلة جداً في الشوي ومجرد ما بتشم النار بتستوى تمام حتبّلها في التدبيلة الرهيبة دي وحنسبها ليلة طبعاً التدبيلة دي انا مزودة عليها معلقة من عسل النحل بديل عسل النحل ممكن بتحطي عسل اسود او معلقة من السكر هقلبها كويس جداً جداً وهركنها ليلة في التلاجة او ممكن قابليها بساعتين طبعاً انا اسكندرانية والاسكندرانية مشهورين بالمشويات الحلوة بتاعتهم يعني احنا هنا ملوك المشويات تمام فالتدبيلة دي رهيبة 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 هنقلبها ونغطيها بالبلاستي كريب ونشيلها في التلاجة ليلة طيب انا هنا مية البصل اللي انا استعملتها دي عندي لها بصلتين البصلتين التفل بتاع البصل ده انا هعمل بيه كفتة جبت اللحمة المفرومة حطيت عليه بصلتين تفل بصل مبشور اللي هو حوالي بصلتين وحطيت عليها فلفل اصمر وحطيت عليها بهارات لحمة خلاص والملح زبطته وصبعتها وهتشوفوها معي وانا بشويها علشان بس وقت الفيديو كان هيبقى طويل جداً هنا بعد ليلة انا بوريكم اللحمة عندي بقى الشوية بتاعتي وعندي فحم فانا ولعت شوية من الفحم وطلعت الشوية حطتها فوق البدوجازة على طول دي كده الكفتة اللي قلتلكم عليها مصبقها طبعاً على سيخ بصوا من جوة مفرغة ازاي زي ما قلتلكم على فكرة دي مش ايدي دي ايدي جوزي طبعاً زمانكم بتقولوا ايدي تحولت كده ليه تمام؟ انا هنا مولع الشوية بتاعتي علشان ما تبهدليش شقتك وعلشان ما يبقاش فيه دخان كتير من الفحم لان ناس كتير بتخاف من موضوع الفحم علشان الدخان والشقة بتحطيه على البدوجاز وطبعاً فوق البدوجاز فيه شفات فاي بخار او اي ريحة فحم بتطلع بتطلع على الشفات على طول وكمان عندي هنا زي ما روحز غنطوته خالص مشغليها فبتشغل الفحم فما فيش اي مجهود ولا اي تعب بصوا جوزي مسكها اهو هي بتشغل الفحم ولما بتطلع اهو الفحم بيشتغل وفوق الفحم الشفات فما فيش بهدلة للشقة ابداً ما تقلقيش الشقة مش هتتبهدل ولا هيبقى فيها ريحة بتاعة الفحم فدي كده طريقة كويسة للشاوي تقدري تعتمديها في العيد اتمنى لو وصلت لغاية هنا تحطي لايك للفيديو اتمنى كاميل لو اول مرة بتشوفي القناة يسعدني ويشرفني اشتراكك في القناة واتمنى تقليني رأيك ايه في التعليقات بصوا هنا حطينا الكفتة اهيه وحطيت جنبها كمان اللحمة المشوية او اللحمة اللي لسه هاني شوية بعد ما اتنقعت ليلا في التدبيلة بتاعتها تمام من غير ما دقتها ولا اي حاجة هي بس مجرد ما بتنقعها في التدبيلة الحلوة وهكتب لك مقدير التدبيلة بالزبط في صندوق الوصف لان انا بتكلم بسرعة علشان وقت الفيديو بتاعي ما يبقاش طويل عليكم تمام بصي بنبتدي بقى نقلب بعد ما بتاخد لون طبعا فيه ملحوظة عايزة وصلها لك علشان الفحمة ما بقاش مدر ما ينفعش ابدا الشبكة دي تكون لزقة في الفحم لازم يكون فيه فرق كبير بين الفحم وبين الشبكة بتاعتك اللي بنحط عليها اللحمة او الكفتة تمام علشان يبقى يعني صحي هما طبعا بيقولوا مدر بس كده كده احنا بناكل مشويات بره يعني لان ما بنخرج بره لناكل مشويات فطبعا في العيد ما ينفعش العيد ييجي وعيد اللحمة وما نعملش لحمة مشوية عالفحم مش هينفع تمام بصي فيه فرق بين الفحم وبين اللحمة بتاعتي علشان طبعا ده مدر لو لمس الاكلة او لمس اللحمة فتغدي بالك جدا ان يكون فيه فرق بين اللحمة وبين الفحم بتاعك وبصي انا اي بخار طالع الشفات بيشفطه انا عندي الشفات الهرمي فوق البدوجاز وبيشفط البخار او الريحة بتاعت الفحم ديت على طول تمام اتمنى اكون وضحت لك كل حاجة واكون سهلت عليكي طريقة الشوية في العيد باذن الله يعني طبعا الفحمة بتجيبيه نوع كويس بتولعي كم واحدة كده على البدوجاز وبعدين بتحطيهم وبتحطي الباقي مش متولع عليه وبتجيبي مروحة صغيرة او اي حاجة مجرد هو كله بيشغل بعضه مجرد ما فيه كم واحدة ولعين بيولعي الباقي ولما بتحطي اللحمة بتنزل دهونها هي والكفتة وبيشتغل معاك اكتر الفحم تمام كده تمام كده طبعا المشويات لغينا عنها في العيد وبنحبها جدا بنقدم بقى جنبها سلطات انا عملت لكم فيديو سلطاتها بقى احطه لكم في صندوق الوصف طبعا تعمليه معا فيديو المشويات ده بصي الكفتة وجمالها رهيبة وريحتها طبعا خطيرة اكيد الريحة وصلت لغاية عندكم صح ولا لا اكتبولي في التعليقات قلولي الريحة وصلت لغاية عندكم ولا لا تمام طبعا حشوي جنبها كده شوية من البصل وشوية كمان من الفلفل طبعا زي ما قلتلك الكفتة لحمة مفرومة نص كيلو اخدت عليها حوالي طفل بصلتين كده معصورة من المية حطيت عليها معلقة زغيرة من الملح مليانة وكمان نص معلقة من الفلفل الاسود ونص معلقة من بهرات اللحمة وصبعتها على سيخ وطبعا هي كانت فيها نسبة من الدهن لازم اللحمة بتاعت الكفتة تكون ملبسة شوية وحوريكم طبعا الشكل دلوقتي بجد يعني حاجة كده خطيرة ورهيبة وعسل زيكم ادي الكفتة بتاعتنا تمام وكمان هنشوف اللحمة معانا دلوقتي طبعا انا لفاهم كده على بين ما اخلص علشان آآ يبقوا سخنين ساعة الاكل طبعا قدمت جنبهم صلطة التحينة وكمان هقدم جنبهم طماطم وخيار زي ما انتم شايفين وانا عام لكم فيديو سلطات وصلة تلحاتي طبعا برضو هقدموا جنبهم تمام بس لسه بجيب الحاجات دي من التلاجة لان انا بعملها كمية وبحطها في التلاجة قاتل لحمة المشوية اتمنى الفيديو بتاع النهار دا يعجبكم اتمنى تقولولي رأيكم ايه في التعليقات بشكركم جدا جدا بشكر كل حد آآ اشترك في القناة بشكر كل حد حط لي لايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة